فيروس كورونا بدأ ينحسر في الصين. هذا ما خلصت إليه السلطات الصحية في بكين استناداً إلى تراجع نسب الوفيات وتحسن نسب التعافي التي بات مؤكداً أنها أصبحت تفوق عدد الإصابات الجديدة في البلاد. لجنة الصحة الوطنية الصينية أكدت أن العدد اليومي للمتعافين حديثاً من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادر المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم السابع على التولي. وفي تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أفادت اللجنة بتراجع عدد الوفيات اليومية إلى 71 ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين. الغالبية العظمى من الوفيات الجديدة سجلت على مستوى مقاطعة خوبي بؤرة انتشار الفيروس حيث لا تزال العديد من المدن تحت الحجر الصحية. وفيما يخص الإصابات فقد أظهرت البيانات أن منح المصابين بالفيروس قد سجل ارتفاعاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 409 إصابات إلى 508 إصابات جديدة مؤكدة في مجموع البلاد. في المقابل أظهرت الحصيلة أن العديد من المقاطعات الصينية لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ عدة أيام. في تأكيد لما أعلنته منظمة الصحة العالمية بأن الوباء بلغ ذروته في الصين. انخفاض حالة العدوى في الصين أمر مشجع. فريقنا قام بمعاينة طرق انتقال العدوى وشدة أعراض المرض والإجراءات المتخدة. هناك تكهنات بأن تدابير المتخدة ساهمت في خفض عدد المصابين. هناك أمل كبير بأن يتم احتواء الفيروس. ورغم تزايد انتشار المرض داخل وخارج الصين فإن منظمة الصحة العالمية لا زالت لا تعتبر بأن فيروس كورونا قد وصل إلى مرحلة الوباء العالمية. لكنها جددت مطالبتها الدول بالقيام بكل ما هو ممكن استعداداً لوباء عالمي محتمل. وذلك إثر الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في كل من إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. وتوقعات خبراء الصحة ببقاء الفيروس لشهور. ترجمة نانسي قنقر